جوزي جوميز بعد المباراة قال السر النهاردة في الفوز بالكونفيدرالية هو أن ليس هناك سراً وقال إن احنا بنعمل كعائلة ونستمتع بالطاقة اللي بنبذلها يومياً وبنبني في الفريق وأظهرنا روحنا للجماهير قال إن احنا نستحق هذا الانتصار وهذا اللقب وخلال المباراتين كنا الأفضل وقال كمان إن احنا يجب أن نهن نهضب بركان ومدربهم وكانوا خصماً صعباً ويستحقوا التهنئة لكن لعبي الزمالك يستحقون كل شيء لأنهم لعبوا بعقلية قوية وفعلوا كل شيء لتحقيق اللقب الجمهور كان رائع ولا يصدق اليوم ويستحق اللقب جوزي جوميز مدرب محترم مدرب كبير رأيه من قبل البطولة من قبل مباراة الزهاب من قبل نصف النهائي مدرب ده كويس مدرب ده جيد المدرب ده بسرعة بسرعة سبت أقدامه في نادي الزمالك مش كتير تاني مدربين يتحملوا ظروف صعبة كتير واخد بالك أنت بيبالك بعض الظروف الصعبة مش كل الظروف الصعبة يعني إيه الظروف الصعبة الظروف الصعبة أنه فيه لعيب مثلاً ممكن ما يكونش لسه خد مستحقاته كاملة فمقريف شوية الظروف الصعبة أنه أنا ما عنديش قائمة مكتملة وفيها نواقص الظروف الصعبة انه فيه العين ممكن يتضايق او يزعل انه مايلعبش الظروف الصعبة انه فيه تعاقدات لسه الزبالك مش عارف يعملها عشان قزمة القيد يعني فيه ظروف كتير مش طبيعية لمدير فني انه يعرف ينجح الراجل ده عارف ينجح وفيوقته قصير جدا